تتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة اليوم وامطار متوقعة في العديد من مناطق المملكة هاي الليلة رح تكون الاجواء ضبابية في العديد من المناطق رح توصل درجات الحرارة في العاصم عمان 8 درجات ونسبة الرطوبة 94% غدا نهارا اجواء باردة وامطار متوقعة رح توصل درجات الحرارة في العاصم عمان خلال ساعات الانهار لا 13 بلا رح تنخفض ل 7 درجات ورح تكون الاجواء باردة نسبيا الثلاثاء والأربعاء أجواء مستقرة وأجواء لطيفة رح توصل خلال ساعة النهار لأربعة عشر بالله رح تنخفض لثمان درجات وهلأ رح نستعرد درجات الحرارة في المدن الأردنية البداية رح تكون من المناطق الشمالية أجواء باردة وماطرة هاي الليلة رح توصل في جرش تمانية غدا خمستاش اربت سبعة غدا طلتاش عجلون ست درجات وغدا احتاش وأجواء باردة وماطرة المفرق ستة أجواء ضبابية غدا 16 الزرقاء 8 درجات أجواء ضبابية هاي الليلة وغدا صباحا مطار ملكعلياء ست درجات غدا 16 أجواء ضبابية الصلت 8 غدا 14 مادة باس 7 درجات وغدا 14 وأجواء غائمة وباردة الكاركو الطفيلة ست درجات غدا 14 البحر الميت 15 وغدا 23 رح تسجل درجات الحرارة في معان خمس درجات غدا 18 نحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب العقب 12 وغدا 24 روشة 7 درجات وغدا 18 وأجواء غالبا مشمسة ملخص الطقس خلال اليوم والأيام القادمة كتلة هوائية باردة اليوم وغدا زخات أمطار متوقعة خلال ساعة نهار اليوم وارتفاع درجات الحرارة يوم الثلاثة وهلا رح ننتقل درجات الحرارة لمدن ودول حول العالم اشتركوا في القناة